السلام عليكم ورحمة الله وزيكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة اوي اوي طعمها في منتهى الجمال هنعمل مع بعض كيكة الجيلي طبعا بكرة الفلانتين فالكيكة دي تبقى منسبة جدا للناس اللي بحب تحتفل باليوم ده طعمها حلو بطريقتها سهلة مش تاخد معاك وقت خالص كل بس اللي هنحتاجه هو اتنين باكت جيلي فراولة ومكونات الكيك طبعا سهلة وبسيطة جدا وموجودة عندنا في البيت يعني مش هتكلفنا اي حاجة غير طعمها الطحفة قبل بس ما نبدأ الفيديو بتاعنا لو اول مرة تدخله قناة ياريت تشتركه فيها وكمان فعله الجرس علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد بنزله يلا بينا نبدأ وصفتنا اول حاجة هنجيب الخلاط بتاعنا وهنبدأ نزيف عليه نص كوباية من السكر احنا المكونات بتاعتنا النهاردة نص كوباية بس وهنضيف عليها نص كوباية من الزيت ونص كوباية كمان من اللبن كامل الدسم هنضيف كمان اتنين بيضة ومعلاقة فانيليا سيلة او لو مش عندك فانيليا سيلة ممكن طبعت اتنين زارف من الفانيليا للبوتر هنضيف كمان معلاقة خل كبيرة الخل طبعا بيخلي لون الكيك ابيض ويكون هش مش مجبوس وهنضرب كل المكونات دي مع بعض في الخلاط كويس لازم نضربها فترة كويسة لحد ما لون الخليط يبقى فاته معنا بالشكل ده هنفضي بقى الخليط بتاعنا في بولة كبيرة وحنبدأ نجهز الموايد الجفة معينا كوباية مصر من الزيق نخلته مرة قبل الفيديو مرة كمان دلوقتي هنضيف عليهم معلاقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملحي صغيرة جدا هننخلهم بقى عن مكونات السيلة ودي طريقة الكيك سهلة جدا احنا بس مقاللين الكمية علشان احنا مش عاملين قالب كبير له هتعملي في قالب كبير ممكن تضع في الكمية هنقلب بقى كل ده مع بعضه لحد ما نوصل للقوام المزبوط وده بيكون قوام الكيك بتاعنا هنجيب القالب طبعا القالب على شكل قلبة وممكن اي قالب عندك هننبطنه بس بالسمنة ونعفره بالدقيق وهنضيف علي الخليط بتاعنا وهندخل الفرن على درجة حرارة مية وتامانين الفرن طبعا كان شغال قبل كده هتاخد بالزبط عشرين دقيقة مش اكتر من كده علشان هي الكمية قليلة فمش هتاخد وقت كتير في التسويق هنختبرها بخلية الاسنان ولو طلعت نزيفة يبقى كده تمام استويته هنطلع الكيكة من القالب اللي احنا استخدمناه وهنبدأ نكمل بقيته الوصفة في نفس القالب هنقطع فراولة قطع ممكن كمان سيديش يموز لو حبه وهنساوي الفراولة بتاعتنا في القالب بالشكل ده هنبدأ نجاهز الجيلي بتاعنا هو المفروض الباكت بياخد من 3 كوبايت ل4 بس انا هعمل كوبايتين للباكت الواحدة علشان انا عايز الجيلي بتاعي يبقى تقيل ومتماسك هنضيف كوبايت مية مغلية وهنضيف عليها ظرف من الجيلي وعليهم معلقتين من السكر ممكن كمان تدوق الجيلي لو حبه مسكر اكتر من كده ممكن تزاودي سكر كمان هنقلب كويس لحد السكر ما يدوب تماما وبعد كده هنضيف كوبايت مية ساعة وكده الجيلي بتاعنا بيكون جاهز لو حبه كمان الارتفاع الجيلي يكون اعلى من الارتفاع اللي انا عملاه في الكيكة بتاعتنا ممكن تحط اتنين باكت في ارضية القالب زي ما انا هعمل دلوقتي بس انا حطيت باكت واحد بس لو حبه الارتفاع يكون اعلى وممكن تزاودي باكت كمان ونسقي باكت التالت اللي هو الكيكة في الاخر خالص لكن لو حبر نفس الارتفاع اللي انا عملاه يبقى هتمشي على نفس الخطوات اللي انا عملتها بالزبط هنفضي اول باكت من الجيلي في ارضية القالب على الفراولة بالشكل ده وبعد كده هندخله التلاجة من نص ساعة لساعة حسب طبعا ما يجمد وبعد كده هنخرجه من التلاجة عشان يكامل باقي الوسط هنضيف بعد كده الكيكة بتاعتنا على الجيلي اللي جمت من تحت وبعد كده نفس الخطوات اللي عملناها في الباكت الجيلي الاولاني هنعملها في الباكت التاني بس المرة دي هنسقي بيها تروف الكيكة وهنسقي بيها الكيكة نفسها عايز اقول لكم الكيكة لما شربت من من السوس بتاع الجيلي ده خلى طعمها مختلف تماما مع قطعة الفراولة كمان اللي في ارضية القالب كان طعم الكيكة بجد طفة مختلف تماما عن اي طعم كيك تاني هنصب بكمية الجيلي كلها على الكيك بتاعنا وبعد كده هندخله التلاجة مش اقل من اربع ساعات علشان الجيلي بتاعنا يكون تماسك كويس جدا وده بيكون شكلها بعد ما خرجناها من التلاجة بعد اربع ساعات ولو اكتر من كده يكون احسن كمان هنفكك كده الطروف باللسباتولة بتاعتنا وبعد كده هنجرب ان احنا نقلب ولو القالب طلع معينا بكل سهولة وما فيش مشكلة يبقى كده تمام لكن لو الكيك ما ما نزلش من القالب هنجيب سنية كبيرة شوية ونحط فيها شوية مية سخنة وبعد كده هنضيف عليها القالب الكيك بتاعنا مش اكتر من تلات اربع سواني بس لان في الوقت ده بيكون سح كمية جيلي كويسة جدا هنعد بس تلات سواني وبعد كده نطلع القالب على طول وبعد كده هنقلبه بس ياريت يكون في الحود علشان حبة الجيل اللي ساحه ما يبهدولش الدنيا يعني ايه واحدة بنصوره كده فهقلبها في الحود وهدخلها التلاجة عشر دقيق بس هتطلع معينا بالشكل الطحفة ده انتو هتحس ان طريقتها صعبة وخطواتها كتير لكن في الحقيقة هي سهلة جدا وطريقتها مفيش ابسط منها وكمان طعمها يستاهل التجربة انا كمان سايبه لكم مقدير الوصفة تحت في الديسكريبشن بوكس لو عايزين تاخدوها سكريين علشان تسهل عليكم تحضير المكونات وكمان كنت عاملة وصفة قبل كده برضو تنفع للولانتين حاسب لكم برضو اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة لو الطريقة عجبتكم واستفدتوا منها ما تنسوش اللايك والشير ولو اول مرة تدخلوا قناة تشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار باقي فيديو جديد بنزله اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلامة